موسيقى معرض الترانيم الحروف من الأقصى إلى الأقصى هو مساهمة قيمة من فنانين خطاطين زخرفيين حروفيين مغاربة ليحمل رسالة تضامن مع أشقائهم في فلسطين في أيام الرخاء كما في أيام الشدائد كما عهد المغاربة منذ ألف عام أو يزيد في انسهارهم في الحقيقة في قضايا الأمة وفي طريعتها قضية القدس جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس يكرس هذه العناية الموصولة من خلال العمل الميداني الملموس الذي تطلع فيه وكالة بيت مالك الشريف في دور مهم ثم على المسار السياسي الدبلوماسي أيضا من خلال الأعمال المقدرة للديبلوماسية المغربية في نصرة القضية الفلسطينية أول معرض تضامني فني تشكيلي مع الشعب فلسطيني الأول بالنوع في العالم العربي وكذلك الميزة دياله هو أن المشاركين في هذا المعرض ليسوا فننا كمتقلوا عاديين بل هذا الناس تم شريفهم بيت كريم ملكي سامي في ملاسبات دينية سابقة في فن الخط المغربي وفن الحرفية وفن الزخرفة المغربية إلا لحتوا أن اللوحات كلهم عندهم موضوع واحد كي تطرق للفلسطين وبيت المقدس والسرعة اللي تم إنجاز بهذه اللوحات لخير دليل على أن هذه النخبة المكرمة من سين الله يسره حامل رسالة لنجالهم أثناء التكريم ديلهم وهو إشعاع وإبراز الخط المغربي هذا المعرض هو معرض تضامني مع إخواننا في القدس في غزة قسمنا المعرض إلى جناحين جناح خاص باللوحات المشاركة من طرف تل من الخطاطين المغاربة من مختلف مدن المغرب الذين فازوا بالجائزة التكريمية والجائزة جائزة تميز في فن الخط والزخرفة والحروفية ثلاث فئات وهذا الجناح خاص بي وبأدواتي التي يستعملها الخطات في صناعة اللوحة الخطية والزخرفية والحروفية إلى جانب مجموعة من أعمالي كما تشاهدون هنا خلفي ثم بعض المخطوطات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس